منتخب جامعة المنوفية حصد بطولة كأس مصر للجامعات المصرية وكانت منافسة البطولة ومشارك فيها 16 جامعة ومعهد بتنظيم من الاتحاد الرياضي للجامعات خلونا نعرف تفاصيل أكتر معنا على التليفون الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس جامعة المنوفية صباح الخير عليك يا دكتور صباح الخير على حضراتكم وعلى كل المشاهدين الحقيقة فرصة أن أتكلم عن الأنشطة الطلبية في جامعة المنوفية نحن في الجامعة الحقيقة بناء على توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030 مهتمين جدا بالأنشطة الطلبية وبرامج التوعية وتنمية شعور بالانتماء عند طلاب الجامعة ومهتمين كمان بدمج الطلاب وأصحاب الهمن في الأنشطة الطلبية واكتشاف الموهوين وتبني المبتكرين والمتميزين مثال لكده دي كانت أثر حاجة لحقيقة الصياط كأس مصر لكرة القدم كانت مع مبيئة تعاون مع وزارة الشباب والرياضة هي اللي بتدي الطلبة بتوعنا لحقيقة جوايز حصلنا منتخب جامعة المنوفية على المركز الأول وكافر الشيخ على المركز الثاني ده طبعا كان داين بس أنا عايزة أقول لحذيك ألف ألف مبروك لجامعة المنوفية الله يبارك فيك أولادنا فعلا متميزين وكانوا بيطعبوا على مستوى عالي جدا وأخذوا فترة من التدريب والإدارة المسؤولة عن متابعة الطلبة في الأنشطة المختلفة الحقيقة على مستوى أقدرت النشاط الرياضي وكمان تيم التدريب دا الحقيقة هم على مستوى وكان نتاجهم من الطلبة برضو على نفس المستوى كلهم كانوا بيشتغلوا بمنتهى الإخلاص وزارة الشباب والرياضة هي اللي بتجي الجوايز عندنا جايزة المركز الأول 50 ألف جنيه للطلبة والمركز الثاني كافر الشيخ 40 ألف جنيه الحقيقة كل الصفر ليهم والنظام الكديد الفترات الأخيرة هي اللي بنشوف فيها الحراق الجميل دا كانت المتابعة تمان باستضافة جامعة الكندرية على ملاعب جامعة الكندرية برضو كل الشكر والتأدير لها طبعا بنق التحيات معادي رئيس الجامعة دكتور عاد المبارك وكلنا على نفس الخط مهتمين جدا بالأنشطة الصلابية عظيم دكتور النانسي إزاي تم اختيار المدربين وفي نفس الوقت برضو إزاي تم اختيار الطلبة اللي تشاركت في هذه المسابعة حضرتك المدربين بالنسبة لجامعة المنوفية احنا اختيار للمتميزين منهم بيبقوا ليهم بطولات سابقة ومتعاونين معنا في الجامعة الطلبة احنا بنعلن على مستوى الكليات 23 كليات ومعهد عن بداية المسابقة وبنختار منتخب بعد مسابقات داخلية الأول بيبقى فيه مسابقات داخلية بنختار المنتخب والمنتخب ده بيبقى فيه فترة تدريب طويلة مع مدردين محترفين الحقيقة يعني بس ده معناه أنه الفريق بيبقى من كل السنوات كل السنوات وكل كلية طلبة من حاسبات طلبة من تربية نوعية طلبة من تربية رياضية الفريق طبعا متنوع وهل يعني وهل ده بيبقى التدريبات دي بتبقى بوجودة طول السنة ولا في شهور معينة طول السنة على مستوى كل كل الأنشطة والأنشطة المتاحة إنما بالنسبة لكل مسابقة بتبقى بلاك فترة يعني بيبقى في كتة زمنية متنسبة مع نوع النشاط يعني طيب دكتورة نانسي هل النشاط في هذه المسابقة كان كرة قدم فقط مش كده؟ المسابقة جيجي ده كان كأس مصر الكرة القدم طيب عظيم الاتحاد الرياضي ليه الجامعات وللنظم هذه المسابقة دوروا إيه بشكل عام وتحديدا في الجامعة عندكم؟ الاتحاد الرياضي هو بيجيب لنا مخاطبات بالمواعيد بالمكان التدريب بيحط تايم تيبل من هيلاقب من أمتى الستاشر جامعة المشتركة بيحط خطة زمنية وبيبقى موجود معاهم بيشرف على التدريب إنما الطلبة بتبقى بتاعتنا إحنا طلبة الجامعات اللي إحنا بندربها وبنطبق السيستم العام الاتحاد الرياضي طيب هل فيه أنشطة رياضية تانية غير الكرة؟ يعني إحنا عارفين المسابقة دي بتاعت كرة هل فيه أنشطة رياضية تانية موجودة عندكم في الجامعة؟ طيب هل فيه أنشطة رياضية؟ فيه طائرة؟ طايرة، ثلة، كاراتي، ألعاب قوة ليس فقط رياضية، فنية ودفطية رحلات وأنشطة اجتماعية هناك شعر حالية لدينا في الجامعة مهرجان المسرح هذا يصبح كل سنة في الوقت ده من 23 اغسطس إلى 4 ستمبر كل كلية تقارض عرض مسرحي طبعاً يصبح عادان له وفي اعدادات بقالهم أشهر طويلة وفيه محاكمين على مستوى بيشوفوا كل العروض وبيبقى فيه جوايز للعروض المتميزة وأحسن ممثل وأحسن ممثلة وأحسن مطرد وده بيبقى احتفال كبير في الآخر بحضور رئيس الجامعة وبندي جوايز للفريق الحقيقة احنا عندنا أنشطة على مستوى الجامعات جوة الجامعة وأنشطة تانية بتبقى قمية ما بين الجامعات وبعضها دكتور نانسي ربس حابة تكلم عن الجوة الجامعة الأول قبل ما نروح للجامعات التانية هل الأنشطة رياضية دي بتاخد وإحنا بنشجع أكيد الشباب أنهم يعملوا ده لكن بتاخد وقت شوية من وقتهم الدراسي هل بيكون فيه مرعاة لده في مثلا المحاضرات بتاعتهم أو فيه درجات زيادة مثلا بياخدوها كمان يعني عرفينا إزاي الموضوع ده بيمشي لا بالنسبة للدرجات لا طبعا الدرجات دي خاصة حمر ما فيه فيها أي بايز لأي حد عن حد هي تقصد كتفوق رياضي برضو ده مش متاح عندنا الحقيقة ويعني كان نزام عامي حتى في سنوات حتى في الفترة الأخيرة الدرجات التفوق الرياضي دي موجودة الحقيقة طب بيوزنه زي ما بين وقت التمرين ووقت الدراسة بنحاول التدريبات تكون بعد الدور إنما وقت المسابقات الفعلية بناخد سماح من الكلية باستئزان بالغياب بتبقى فترة قصيرة والحية كليات بتشجع يعني والطلبة اللي شاطر في الرياضة بيوزنه شاطر في كل حي طبعا أكيد أكيد إحنا بنشجع كمان الطلب إحنا طيب دكتورة نانسي إنتو هتحتفي ليوهم إزاي في الجامعة؟ إنتو بقى الجامعة نفسها تحتفي بيوهم إزاي؟ بيقولنا اللي هما أخدوا الفريق الأول اللي أخد طبعا اللي بيليق نقعد معاهم ندلهم جوايز تانية طبعا إزاي جوايز وزارة الشباب والرياضة مختلفناش بس في نوع من الدعم والتشجيح حتى عشان يشجع باقي الطلبة ده أكيد طبعا ده أكيد إحنا عندنا في كل المجالات الحقيقة فيه متميزين وفعلا أولادنا شباب بكرم بيحتاجوا كل دعم وكل مساندة ده حقيق طبعا يعني طبعا هما يستحقوا كل تأدير هما والقائمين على التدريب والإدارة المسؤولة الحقيقة عندنا كتيبة عامل إدارة رعاية الطلاب على أستوى الجامعة والكليات إدارة كبيرة جدا ومسؤولة والحقيقة ده نتيجة شغلها عظيم إحنا لازم نستعد كمان يا فندم للبطولة العام القادم لأنها بالفعل هي أول سنة بس هتبقى سنوية خلاص بحسب الاتحاد الرياضي للجامعات أيوة تمام مستعدين وإن شاء الله نبقى دايما على نفس المستوى بإذن الله والفترة الجاية كمان في برضو أنشطة كمية باستضافة جامعة سنة في المخيم الخاص بيهم ببلسيم برضو فيه كرة طايرة بنات وبنين وفيه فلة متبقات ما بين الجامعات وبعدها عايزين نشوف فعلا بقى لعنصر النساء يا دكتوري عايزين نشوف الفرق من البنات كمان بيعملوا يعني بياخدوا بطولات إن شاء الله موجودين وبقوة موجودين وبقوة فعلا وشكرا فعلا للتوجيهات القيادة السياسية وبإن إحنا نبقى كلنا على التراك ونهتم ببلادنا ده يعني حراك محبود جدا نتمنى لهم التوفيق أكيد دكتور نانسي وشكرا لكم مجهوداتكم كمان الكبيرة دكتورة نانسي أسعد نائب رئيس جامعة المنوفية لشؤون التعليم والطلاب